اشتركوا في القناة تتواصل فعالية ملتقى الشارق الدولي للراوي بنسخته الواحدة والعشرين والذي يقم في مركز اكسبو الشارقة للتأكيد على اهمية التراث والممارسات الشعبية هذا وقد شارك عدد من الروا والكتاب البحرينيين في جلسات الملتقى لينقلوا ما تعلموه وحصدوه طوال هذه السنين ليعلموه للأجيال القادمة فخورين بالبحرين الحضور البحريني كبير عندنا من خلال أساتذة ومن خلال حكواتين ومن خلال أيضا باحثين وأيضا من خلال إصدارات جديدة إن شاء الله يعني البحرين منارة كانت ولا زالت كان للشرف أني أمثل مملكة البحرين في هذا الملتقى المهم جدا اللي يعني يبحث ويعالج كثير من مشاكل الأطفال وخاصة القصص الأطفال وغيرها الورقة اللي قدمتها حين قبل شوية اللي هي عن برامج الأطفال من سنة 72 وانا قدم برامج الأطفال حتى الحين وشي النتيجة اللي وصلنا لها ونقارنها بالأطفال الحين وشي يقدم الآن للأطفال عندي مجموعة من ست كتب في الحكايات الشعبية وكل كتاب يحتوي على خمس حكايات أنا يسعدني أن أنا أتلقى دعوة من الشارقة بحيث أن أنا أقدم ورقة عمل عن الحيوان والتراث في التراث البحريني في الملتقى أكبر وفد موجود من الكتاب والأدباء وكتاب القصص والفنانين بحرينيين يعني ما تتصور أنا قديش مفتخرة بهذه المجموعة من البحرينيين المتواجدين في الملتقى ما شاء الله كلهم على مستوى كلهم يقدموا أشياء متميزة في يوم من الأيام كان في مزارع حصد البرسيم ونشراف الحوش وقد أكد المشاركين البحرينيين على حرصهم بالمشاركة بالملتقى سنويا كونه نقطة التقاء العديد من الخبرات الدولية إلى جانب تواجد العديد من الكنوز البشرية التي تشارك به لتبادل الحكايات والخبرات مملكة البحرين أيضا لها حضورها القوي في تقديم كل ما له علاقة بالتراث الشعبي سواء كان في الحكاية سواء كان في الأدب الشعبي في الأقاني في الموسيقى هذا الحضور المكثف من البحرينيين في هذا الملتقى يعني شيء ما يعني أن هناك موجودة خامات وموجودة قائمات له تاريخ كبير جدا في مسألة تربية ومسألة أطفال وتقديم البرامج العالمية وتقديم أيضا الدراسات والموضوعات الموجودة مهم جدا التركيز على الأرشيف الشفهي اللي راحته موثق بشكل جميل في معهد الشارقة للتراث بتكريم الرواه على مستوى الشارقة هذا يعني أن الأرشيف الشفهي شيء مهم جدا وضروري جدا نسعى إلى توثيقه والاستفادة من تجربة الشارقة في هذا الموضوع قدمت اليوم حكايات من تراث الشعبي البحريني وقريتها وحكيتها باللغتين العربية والانجليزية تراث البحريني هو جزء طبعا من التراث الخليجي والتراث البحريني غاني وعدنا العديد من الحكايات الشعبية وعدنا العديد من الكتاب اللي جمعوا هذه الحكايات حضور مملكة البحرين شكل خلية نحلم بهذا الملتقى كون مشاركته بالعديد من البرامج والجلسات والحكوات إلى جانب إصدار العديد من الكتب الثقافية والأدبية ما يؤكد على نغل الصورة المشرفة والبارزة عن الثقافة البحرينية مشاركة بحرينية فاعلة ومتميزة ضمن فعاليات ملتقى الشارق الدولي للراوي بنسخته الواحدة والعشرين كونها ساهمت هذه المشاركة في إبراز الثقافة البحرينية والعربية بشكل عام طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين